بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكو يا اغلى وراء متابعين في الدنيا شايفين الجمال بتاع النهاردة عاملين ملتو بقى مش عايز اقولكو عليه حاجة كده ما شاء الله اقتصادية على الاخر وكمان النتيجة فوق الوصف زي ما انتو شايفين كده بالظبط حاجة هشة وطرية وما شاء الله عليها يريد تتابع الفيديو لحد النهاية دي اخفه احلى حاجة ممكن تحطيها لولادك في لانش بوكس يلا بينا نشوف المكونات على طول اول حاجة جهزناها معانا المي معانا كوباي اللي ربع من المي حنحط مصطها بس ونخلي الربع التاني على جنب بعد كده حنحط معلقة كبيرة من الخميرة 10 جرام معلقتين بقى 3 كده من السكر علشان طبعا يفعل الخميرة وعلشان المخبوزات الحلوة بتاعتنا تطلع حلوة ونقلب بقى ده كله كده مع بعضه ونتأكد ان الخميرة دابت وكمان علشان نختبر الخميرة لان الخميرة لما بتدوب كويس قوي بتلاقي فيه شوية من الفقعات كده على وشها وده معناها انها مصبوطة لو مش مصبوطة مش هتعمل كده خالص تعالوا بقى نشوف هنحط ايه كمان معانا كوباية من الحليب كوباية الحليب الحلوة اللي معانا دي ما يعادل 200 ملي من الحليب وكمان هنحط معانا اربع معالي من الزيت تقريبا كده 25 جرام هنقلب برضو ده كله كده مع بعضه وبعد كده يا حلوين يفضل معانا حاجة مهمة قوي هنحط معانا فانيليا الفانيليا دي لو انت هتعمليه المولدو بتاعي ده كله شوكولاتة ممكن تحطي اتنين باكت لكن انا حطيت واحد بس لاني حابة اعمل شوية بالجبنة هنحط كمان معلقة كبيرة من الخل ونقلب برضو معلقة بقى حلوة كده صغيرة من الملح او نص معلقة ملح صغيرة وندوبها برضو في قلب المكونات بعد كده بقى هننزل بالدقيق الدقيق اللي معانا ده عبارة عن نص كيلو من الدقيق يعني ما يعيد الاربع اربع كوب بالمج العادي يعني في مج الشي العادي كده نعاير اربع كوباية يلا بينا بقى نقلب الدقيق في المكونات الحلوة دي كلها واحدة واحدة كده بلسبة تيولة من غير ما نستخدم ادينا انا مش بحب استخدم ايدي في البداية طول ما فيه سوايل كتير لسه كده في العجينة نحاول نشرب الدقيق احنا محطناش كل المية علشان بعد كده لو احتاجنا منها شوية هننزل شوية بشوية احنا عايزين العجينة الحلوة بتاعتنا دي تكون طرية هنقلب بقى نشيل بقى اللسبة تيولة كده ونبدأ نعجن بادينا خلاص السوايل تعتبر اختفي نبدأ نعجن كويس للم كده العجينة والمكونات كلها مع بعض لما دقيق يختفي خالص واحدة واحدة طول ما احنا شغالين العجينة اللي معنا دلوقتي لسه يبسة يعني مش عجينة طرية نقدر ان احنا ناخد كل الحاجات اللي في جوانب البولة بطول ما احنا شغالين علشان يعني شغلنا يبقى نظيف برضو زي ما انتو شايفين كده نشيل البواقي دي كلها علشان نلم كل المكونات معانا مرة واحدة نعجن بقى كويس نفضل نعجن فيها كده لو حب ان انت تحطي على الرخامة وتكملي عجل ماشي دلوقتي انا غسلت ايدي وبلتها نقطة مية كده علشان اقدر اتحكم في العجينة وتتلمى معايا كمان بسهولة المية اللي بقى دي هنفضل ننزل منها كل شوية فترة كده ننزل شوية نقطتين بنقطتين كده يعني نحاول ان احنا نطار العجينة بتاعتنا شوية شوفي العجينة مفتوحة ازاي؟ كده معناها ان هي لسه ناقصها برضو شوية سويل ولسه ناقصها عجن كتير طول ما العجينة لسه مفتوحة تبقى لسه محتاجة معاكي عجن مفتوحة يعني متقطعة كده من بعضها نفضل نعجم بقى فيها على فكرة انا كنت وقفت برضو الكاميرا وخدت البولة بتاعتي الحلوة دي على الارض كده علشان اقدر اتحكم فيها وعجنتها كمان شوية هنحط ايه كمان معانا هنحط معلقة من الزبدة والله حابة تحطي زيت يعني بروحتك الحاجة بقى اللي موجودة عندك استخدميها هنبدأ بقى نشرب الزبدة الحلوة دي كده في العجينة عشان تديها ريحة وطعم حلو للمخبوزات بتاعتنا اول ما بنحط الزبدة بتحسي طبعا ان العجينة بتتقطع منك يعني بتفصل كده من بعضها لكن في النهاية بتتلم وتتجمع معاكي كلها وقطعة واحدة وبتكون نعمة وحلوة قوي لما بنستخدم كمان الزبدة نفضل نعجم بقى فيها كده كويس ونلم فيها خالص لما تتلم معانا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي شايفين العجينة خلاص ما فيهاش اي تقطيع ولا اي حاجة كلها بقى تكتلة واحدة وما شاء الله البولة كمان بقت نظيفة شايفين شكل العجينة عامل ازاي؟ شايفين ملمسها؟ ما شاء الله يعني حاجة حلوة قوي نحط بقى العجينة بتاعتنا دي نحط بس كده نقطة بسيطة كده من الزيت في البولة ونحطها ونغطيها علشان تخمر حط بس كده نقطة الزيت ونحط العجينة الحلوة بتاعتنا دي بقى عليها كده وبرده نمسح ادينا بالزيت كده على وشها علشان يعني ما تمسكش في اي حاجة احنا هنغطيها بها وهنجيب الستريتش راب ونغطي بالبولة الحلوة بتاعتنا وكمان انا حطيت عليها برضه فوطة علشان يعني تدفي العجينة وتخمر معايا ممكن تاخد اكتر من نص ساعة لان طبعا احنا لو في الصيف والجو حر هتاخد نص ساعة شايفين المية احنا مخلصنهاش يعني يعتبر خدنا نص كباية وحطينا عليها كامل معلقتين مية ولا حاجة شايفين ما شاء الله خمرة وبقت حلوة زي هي على فكرة خدت يعني هقولكو زي اربعين ديئة كده بلت اي دي نقطة من الزيت كده ونبدأ بقى نلم العجينة بتاعتنا يعني ننزل الخمر بتاعها ده ونلمها كده في ادينا ما شاء الله العجينة حلوة قوي ونعمة وجميلة وكمان مش بتلزق قوي في الايد هنبدأ بقى دلوقتي مرحلة التشكيل جبنا العجينة الحلوة بتاعتنا وهنقسمها لومصين وبعد ما اتقسم معايا المصين هناخد كل قطع فيهم ونقسمها بقى زي ما انت عايزة على حسب الاحجام اللي انت حتحب بيها في الملتو بتاعك يعني دلوقتي انا هعمل دي لخمس كرات كده هنقطع قطع دي واحدة والتانية خمس قطع حلوين كده يعني هنطلع معانا في النهاية عشر كرات من العجين نبدأ بقى نخدها كده ونكورها واحدة واحدة انا طبعا مصرعة التصوير انا مش بقدر اشتغل بالسرعة اللي انتوا شايفين هدي يلا نجهزهم بقى كلهم كده شايفين لازم نقفل العجينة حلوة من تحت كده ونعملها كورة عادي زي ما احنا متعودين نعمل اي مخبوزات او اي عيش بالطريقة دي هنخلص بقى كل الكمية اللي في ادينا الحلوة دي وهنسبها برضو ترتاح شوية عشر دقايق ولا حاجة طبعا الحشوات دي تقدر انت تحدديها زي ما تحبي عايزة تحشيها شوكولاتة عايزة تحشيها جبنة زي ما تحب الحشوات زي ما اولادك بيحبوها اعمليها وبرضو الحجم دي حاجة ترجعلك انت والحجم المناسب لك حابة انت تعمليه كبير حابة انت تعمليه صغير كل واحد بقى وزوقه ويعني زي ما بيحب قطعنا كمان القطعة التانية نفس الموضوع الخمسة برضو زي ما هما لو انت شغالة حسيت ان القطعة كبيرة شوية ممكن تخدي منها قطعة وتحطيها على قطعة تانية تكوني حاسة ان هي اصغر طبعا انت اديك دايما في الشغل هتبقى اديك دي مظبوطة زي الميزان هتقدري تزبطي الدنيا من غير ما توزني ولا اي حاجة قفلناهم كلهم وغطناهم وغطناهم كمان بكيس شايفين الزبدة الحلوة دي دي معلقة زبدة بقري وكمان في معلقة جاموسي انا عملاها بايدي في قلب البيت هنزلها لكوا في الفيديو الجاي غطينا القطعة دي لمدة عشر دقايق بكيس وفوق الكيس فوطة زي ما انتوا شايفين مسحة زيت بسيطة بقى ويلا بينا نفرد ونشتغل العجينة برضو يعني لسه ايه شوية بس صغيرين كده وهتحس ان هي مشيت معاكي كويس اوي كل ما تديها فترة كده ترتاح تبقى كويس نوصل للحجم ده ونروح جايبين القطعة كده من الزبدة وندهم بيها الوش دهنة خفيفة كده بادينا علشان تكون عازل بين الطبقات اللي احنا هنحطها فوق بعض خدي بالك بس من الطريقة وهتطلعي النتيجة زي ما احنا عملناها بالضبط هناخد قطعة تانية ولما نفرد القطعتين دول هنحطهم الاتنين على بعض ويكون الفاصل بينهم وبين بعض هو الزبدة هنشيل القطعة دي كده نحطها على حاجة لما نفرد القطعة التانية نبدأ في الفرد من جوة لبرة ونحاول نخليها كلها سمكة واحد ومدورة يعني ومظبوطة علشان لما نحط الاتنين على بعض يكونوا قريبين اوي في نفس الحاج هناخد دي التانية ونحطها على الاولى اللي احنا حطناها وهوريكوا برضو الشكل دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده نحاول نزبط الطروف كده فوق بعضها ونسويها علشان يكونوا قد بعض بالظبط نشيلهم ونعمل كمان القطعة التالتة احنا هنحط تلت طبقات بس على بعض كل واحدة من وحدات الملتو هنحط تلت طبقات وبينهم وبين بعض الزبدة لكن الطبقة الاخيرة مش بندهانها بزبدة ولا حاجة من وشها علشان وقت الفرد احنا هنستخدم دقيق كمان خلاص كده حاجمها اعتقد انه مناسب يلا بنا بقى نحطها هي كمان فوق الاتنين اللي احنا جاهزناهم قبل كده ونحطهم كلهم على بعض انا حطيت بقى دي كده زبدة عليها رغم ان هي اخر واحدة لاني هحط الاتنين التانين فوقها اهو زي ما انتوا شايفين كده نجيب الاتنين التانين ونحطهم فوقها بالظبط وحناخد دا الوحدات الحلوة دي لما نعملها واندخالها التلاجة اهو نحاول نفردهم كده بحيث ان هما يكونوا كلهم زي بعض العجنة طرية وماشي معانا ما شاء الله بنشتغل فيها يعني زي ما احنا عايزين حاجة كده طرية وحلوة ما شاء الله عليها يعني ونشيل بقى التلات طبقات الحلوين دول على جنب كده ونبدأ نشتغل في التلاتة التانين وبرضو واحدة واحدة كل واحدة ناخدها بنفردها بنفس الحجم ونحط الاثنين التانين فوقها وبينهم وبين بعض الزبدة ادي كده تاني مجموعة معانا ناخدهم برضو ونشيلهم ونحطهم على صنية كده ولا حاجة علشان ندخلهم التلاجة ونكمل كل اللي معانا ادي كمان التلاتة التانين بنفس الطريقة نفرد ونحط الزبدة ونحط الطبقات فوق بعضها ونحاول نخليها متساوية كلها قد بعض خدوا بالكو لو خدتوا بالكو هتلاقوا يدوبوا هي نص معلقة بس من الزبدة لو انت كمان بتوزعي وحسيتي ان هي كتيرة شوية مش مشكلة انت هتحطي ولو تبقى حاجة كده في ايديك ممكن تشليها ادي كمان حطينا الطبقة التانية والتالتة انا باختصر طبعا التصوير علشان مطولش عليكم الفيديو لكن برضو احب اجيب لكم تفاصيل علشان تاخدوا بالكو من الطريقة نحطهم كده هوريكم شايفين ادي كل مجموعة تلاتة مع بعض كده هناخدهم بقى ونوديهم التلاجة المفروض ان احنا نسيبهم زي عشر دقايق كده او ربع ساعة علشان الزبدة اللي فيها دي تبرد ولما تبرد هتكون سهل علينا ان احنا نفردهم هما التلاتة وهما فوق بعض دي واحدة اخيرة لان احنا كنا عاملين عشر قطع هنفردها ونعملها سادة ملتو عادي كده مش هنحشي اي حاجة نفرد وهنقطع وهنلمها ونحطها كده في حاجة لوحدها علشان نبقى عارفين ان دي سادة زي ما انتو شايفين كده هنلفها عادي هتطلع صغيرة شوية لكن بصراحة هي طلعت مستوية وحلوة قوي من جواها رغم ان هي ما كانش فيها اي حشوة نكمل بقى كلهم كده بنفس الطريقة دي صغيرين قوي لكن هم طعمهم بصراحة جميل وشكلهم حلو قوي بنفس الطريقة نلف كده حليكم بقى معايا علشان تشوفوا كمان اللي احنا هنحشيها هنقفلها ازاي هنقفلها طبعا بطريقة تانية خالص انا طبعا دي حطيت على وشها ده انا بسيطة كده من الزبدة علشان برضو تبقى مورقة وحلوة قوي وقت من خبزها يلا بينا بعد العشر دقايق طلعنا الوحدات الحلوة بتاعتنا هنحط بقى رشا كده من الدقيق وناخد كل طبقة من اللي هم التلاتات دول ونبدأ في الفرد حط رشا دي برضو من فوق ونبدأ ان احنا نفرد هنفرد لما تكون معانا قد الدائرة بالضبط الرخامة اللي احنا بنشتغل عليها دي طيب انا دلوقتي مش هشتغل من جنب واحد لازم ان انا اجيبها على الجنب التاني شوية لان احيانا بتلاقي الطبقات مع الزبدة زي ان تكون كده بتبع دعم بعضها هوريها لكم ويمكن انا هوريها لكم في المرة التانية لان انا يمكن ماجيب تهيش في المرة دي وانا بصور لما نجيب على الناحية دي وعلى الناحية دي هنحاول ان احنا نفرد يكون كل الطبقات شبه بعضها هنقطع كده من النص كده بالضبط خدوا بالكوا بقى معايا انا بحاول اوضح لكم اهو هنعمل كام ربع كده وكل ربع من دول هنعملهم اتنين اعلم بس كده بالسكينة علشان احسب لنفسي المسافات تكون كلها مظبوطة قد بعضها وبعد كده نبدأ في التقطيع سهل قوي وطريقته حلوة ما شاء الله عليه يعني حاجة بتطلع حلوة منك في قلب البيت وكمان انت عارفة مكوناتها ايه حاجة نظيفة وحلوة لولادك وهم كمان بيحبوها وبيفرحوا بيها قوي وهي في اللانش بوكس معاهم او يعني لو حابين يكلوها كمان مع اي حاجة في قلب البيت شايفين الصمك بتاعها حلو مش وحش يعني مش لازم ان احنا نخليها رؤيا او اكتر من كده هي اصلا كده كده احنا عملناها طبقات نعمل فتحة بسيطة ونحط الشوكولاتة انا حتى الشوكولاتة دي طبعا هي من الشوكولاتة الكريمي لكن هي كانت في التلاجب علشان كده من ديكي شكل القطع هي بصراحة وبتحتفظ بلمعتها وبطعمها وبكل حاجة لما بنستخدمها في المخبوزات كده لكن لو استخدمنا الشوكولاتة الخام لما بتسيح في قلب الحاجة في الفرن بصراحة ممكن طعمها يتغير وما بتبقاش زي ما هي يعني ممكن تمرر او حاجة نقفل بس عليها كويس كده علشان لما نخبزها ما تخرجش مننا برا الوحدات الحلوة بتاعتنا دي نقفل حلو وبنحاول كمان شايفين احنا بنضغط كده عليها من هنا ولما بنيجي نلف بنحاول ان احنا نمط شوية كده العجينة المسلس يعني نرفعه فوق شوية كده علشان تديني شكل احلا واللف هتبقى شكلها جميل نجيب بقى كمان التلاتة التانيين على فكرة احنا هنغير بقى الحشوة دلوقتي خدوا بالكوا بقى من الطريقة اللي بقولكوا عليها احنا و احنا بنفرد بناخد من القلب للطروف يعني نحاول ان احنا نضغط معلش لاحظة بس كده بغسل ايدي ماشي بحب بشكل دقيق كده وهو مالي ايدي وانا بشتغل شوفوا بقى لما قلبناه الناحية التانية لان الناحية التانية عاملة ازاي شايفين الطبقات دخلت لجوة شوية يعني ما تفردتش زي اللي احنا كنا بنفردها اللي فوق فالمفروض ان احنا نجيبها من الجنب كده مرة ومن الجنب كده مرة يعني مرة من الوش ومرة من الضهر بتاعها الى تحت حط برضو راشد دقيق اشتغل شوية بادينا وممكن كمان نشتغل بالنشابة لكن انا بصراحة حابة اني افرد في البداية كده بادي علشان اخد بالي من الطبقات ان هي كلها فوق بعضها هي مش بتروحوا تيجوا لحاجة لان احنا لما حطناها في التلاجة هي بقت متماسكة وحلوة قوي خلاص احنا بقى هنبدأ نفرد لحد برضو وما نخليها بنفس السمك بتاع اللي قبلها ونجهز كمان الحشوة بتاعتها واحدة واحدة بقى كده هنبدأ دلوقتي نفرد شوية برضو بيننا الشابة احنا خلاص السمك بتاعنا بقى مظبوط واحدة واحدة كده نكمل فرد ونحاول انها تكون كلها صمك واحد حابة تستخدمي ايديك بس استخدمي ايديك وده طبعا الحاجة اللي انا بفضلها في الحاجات اللي زي دي الحركة اللي انا بشيل فيها كل شوية الحاجة من على الحاجة اللي بفرد عليها كده اشيل المخبوزات على ايدي انا بحب اعمل الحركة دي بصراحة بحس ان هي بتدي المخبوزات او الحاجة اللي واحد بيفردها شكل حل. اهو قسمناهم بنفس الطريقة ودي اللفة بتاعتنا اهي. دي قطعة كده من الجبنة. وبرضه بنحطها ونقفل عليها. ولما نجي نلف نحاول ان احنا نشد شوية الطرف. ممكن تديه كمان اكتر من كده. هي ديك شكل حل. ونضغط ضغطة بس كده على الطرف. علشان الطرف بتاعها ده يبقى ماسك فيها. نرس بقى ده كله كده في الصوق زي ما انتو شايفين. طبعا احنا لما بنشتغل يعني الوقت بيخلي الحاجة بتاعتنا شوفو. دلوقتي ده ادلهان اللي احنا ندهانه للوش شوية من المية وعليهم معلقة من العسل الاسود. وهنقلبهم كويس قوي. فبعض كده شايفين لونهم عامل ازاي? هيديني لون حلو قوي للمخبوزات لما تطلع من الفرن. بالفرشة بقى كده بالروحة ونبدأ يلا ان احنا ندهنهم طبعا المجموعة دي اللي كانت بالجبنة حطتها في حاجة تانية لوحدها. طبعا وحنا بندهن ندهن بالروحة علشان ما نقصرش على التخمير بتاع المخبوزات بتاعتنا دي. احنا سبناهم بس عشر دقايق بعد ما شكلناهم دلوقتي يا حلوين هنبدأ نولع الفرن بتاعنا على درجة حرارة متين وناخد المخبوزات الحلوة بتاعتنا دي ونحطها في الفرن. بعد ربع ساعة شوفوا شكلها عامل ازاي? ما شاء الله ما فيش ولا واحدة فيها طلع منها اي شوكولاتة برا ولا اي حاجة زي ما انتو شايفين الصق شايفين نظيف ازاي? اللونها حلوة قوي من فوق وطرية وخفيفة جميلة قوي. تعالوا بقى نطلع شوية كده منها ونشوف لونها كمان من تحت وقد ايه هي لونها مزبوط والتسوية بتاعتها كمان مزبوطة وما خدتش وقت كتير لان احنا بفعلا كنا مسخنين الفرن قبلها وزقطين درجة الحرارة على درجة حرارة متين بالضبط. طبعا انا معنديش تايمر ولا حاجة لكن انا خلاص عرفت مية وتمينين بتكون ازاي ومتين بتكون ازاي. شايفين لونها ما شاء الله عليه حاجة كده زي الفل. لونها حلوة قوي وخفيفة. آآ يعني تحس ان هي حاجة كده عاملة زي ما يكون بشرة الاطفال. شايفين عاملة ازاي? حلوة قوي وطرية هي طبعا لسه سخنة. علشان كده كانت لسه مسكة في الصاج. شايفين الكمية الحلوة الجميلة اللي انتو شايفينها قدامكو دي الله مبارك يعني كلها معمولة بس بنص الكيلو من الدقيق. وكمان مكونات بقتها كلها اقتصادية موجودة عندنا في قلب البيت. يعني الوصفة مكلفتناش حاجة. ولو على الزبدة انا هقولك في الفيديو الجاي ان شاء الله ازاي تعمل الزبدة من قلب البيت وبطريقة حلوة قوي. يا رب اكون قدرت اوصل لكو الوصفة الحلوة السهلة الجميلة دي. بشكل حلوة قوي. لكن في البداية كمان حابة ان انا برضو افتح معاكو واحدة ووريكو كده شكلها حلو ازاي من جوة. ما شاء الله مورقة وحلوة وخفيفة. وكمان الشوكولاتة اللي جواها استنت بلامعتها ومسكرة وحلوة قوي زي ما هي ولا طعمها تغير ولا اي حاجة. زي ما بقولك الشوكولاتة الكريمي افضل بكتير من اي نوع تاني ممكن تستخدميه كحشوة للمخبوزات. وكمان اللي فيها الجبنة شايفين ما شاء الله حلوة قوي. وكمان هي طروفها كلها مورقة. شايفين شكلها عامل ازاي? حاجة كده بصراحة حلوة قوي كأنها زي القطة. لو وصلت معي لنهاية الفيديو ما تبخليش علي بلايك ولو لسه مشتركتيش اشتركي في القناة. ده شيء يشرفني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.